النهاردة كابتن محمود الخطيب والسيد السفير تونس في القاهرة السيد السفير محمد بن يوسف وطارق محمود قنصل تونس في مصر كانوا في استقبال بعثة الترجي في مطار القاهرة برئاسة السيد حمد المقدب رئيس نادي الترجي بكل الحفاوة والترحاب والتأدير اللي يساوي ويوازي ما استقبلت به بعثة الأهل من السيد حمد المقدب في تونس وهذا ما أوحى إلي بهذه التقدمة تشعر أن هناك وهنا بالتأكيد من هو مستاء من هذا المشهد الحضاري للموقف الرسمي بين مصر وتونس والأهل والترجي والمشهد الرياضي وما شاهدناه من مش حفاوة لا وتصرفات مسؤولة في انتحاط بعثة الأهل بكل سبل الراحة والحماية والدافع الذي دفع النادي الآلي أنه يعني يرد هذا هذه المسؤولية وهذه الحفاوة فيروح البعض بقى عن عمد مصدر لك بعض اللافتات اللي فيها استفزاج لمشاعر جمهورنا جمهورنا احنا هنا وكأنهم يريدون تصدير المشاكل عن عمد في لحظة يائسة لظروف خاصة يعيشوها الشعبين في المجمل والقيادات في الخاص على أعلى ما يكون وشفنا قيادات تونس في زيارة قريبة ومشاعر التقدير والإمتنان والحرص على التقارب والدعم المتبدل بين مصر وتونس نجي احنا في ماتش كرة بقى الأفاعي تطلع عايزة تلعب في الحتة دي ايوه فالحكيم من يعني الحلم السيد الأخلاق والقوي من يمتلك زمام نفسه ما يستدرجش بمثل هذه العبثيات لا احنا فاهمينك وسقوي وأما الكرة فنحن لها بإذن الله ونعلم أن المباريات لا تكسب في وسائل الإعلام ولكن تكسب في الملعب وبالاستعداد الجيد وإدراك يعني حجم المسئولية واحترام المنافس والأهل يحترم الترجي جدا 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 إداريا واجتماعيا ورياضيا وكل حاجة ومن هنا تأتي مباريات الأهل والترجي دائما وكانها نهيئات مبكرة في كل الأحوال صحيح أنا حبيت بس أقول الكلام ده عشان برضو ولادنا الحلوين يبقوا فاهمين اللعبة ماشية زي شبابنا الجميل الداعم للنادي الأهلي وأنا شاك النبرة عقيلة جدا جدا الفطرة دي بسم الله ما شاء الله فاهمين وعايزين يفوتوا أي ألعاب ألعاب ومدركين للموقف الحقيقي في هذه اللحظات وعارفين من وراء هذا العبث اللي هي يبدو أنه موقف رياضي ولكنه أعمق بكثير هو موقف لاستغلال الرياضة لتحقيق مقارب أخر لكن الحياة الجمهور بمنتهى الوعي مدرك دوره مدرك مسؤوليته وكل اللي يهمه أنه النادي الأهلي إن شاء الله تعالى يحقق هدفه يتأهل إلى نهاء دور الأبطال يسعى إلى إحراز العاشرة بإذن الله هذا الاستقبال الدافع والحر جدا وتبادل الدروعة التسكري بين الكابتن محمود الخطيب والسيد حمد المقدب وزير أو رئيس نادي الترجي في حضور السفير التونسي السيد محمد بن يوسف يعكس عمك وحقيقة العلاقة الودودة جدا بين الأهلي والترجي كناديين كبيرين لما الأهلي كان في تونس الأسبوع الماضي حتى الإعلام التونسي قال إنه ما سبقش السيد حمد المقدب إنه طلع المطار استقبل أي بعثة رياضية إلا مرتين مرة في 2010 وكانت لبعثة النادي الآلي والآن وهي أيضا لبعثة النادي الآلي كمان الكابتن محمود الخطيب أعتقد حضراتكم ما عتدوش تشوفوا كابتن محمود الخطيب في المطار لاستقبال بعثة لكن أعتقد عندما يقابل الأهلي بهذا الحفاوة وهذا التكريم وهذا التقدير من الأشقاء في تونس فليس جزاء الإحسان إلا الإحسان مؤكد و وأنا بقول لك يعني هذا الإدراك والتلاحهم بين جماهير الأهلي تعرف الجمهور كلما يعني ومؤكد حصل لك زي ما حصل لي هم اللي بينبوهولنا بينبوهولنا الموضوع مخلصي عشان كده كانت بتلك يا دي محتاجة التوصيل يعني فهم يعني ما فيش يعني ما جرناش في التحفيل أيوا والكلام الفارغ أيوا ولم يستفزينا هذه اللافتات المشبوهة ها اللي قلنا تريد أن تأخذنا إلى مصر مش هيحصل إحنا عارفين بإذن الله أن المباراة هتقام هتقام في هذا السياق الرياضي بإذن الله ولعبتنا في حالة من التركيز والإحترام العميق جدا لقدرات المنافس طيب بعثة الترجي وصلت بكامل لعبيها زي ما حضراتكم شايفين عنده تمرينة وحيدة بكرة إن شاء الله في القاهرة ثم المباراة السبت الساعة 9 مساء لكن نادي الأهلي مبكرا دخل المعسكة